لم تهدأ الاحتجاجات في كينيا رغم دعوات الرئيس وليام روتو إلى الحوار خرجت تظاهرات في البلاد وسط انتشار كثيف للشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع فيما وقعت صدامات واعتقل عدد من الأشخاص في وسط العاصمة نيروبي القضية بدأت مع التعبئة السلمية ضد مشروع ميزانية الحكومة الذي نص على فرض ضرائب جديدة سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية تحدت الحكومة رغم إعلان الرئيس نيته سحب النص بعد أعمال العنف التي اقتحم خلالها متظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود وكانت اللجنة الكينية لحقوق الإنسان قد أعلنت أن التظاهرات المناهضة للحكومة الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل نحو أربعين شخصا وإصابة أكثر من ثلاثمائة وخمسة آخرين في هذا السياق يرفض أعضاء حركة الاحتجاج دعوات الرئيس إلى حوار حتى بعد تراجعه عن الزيادة الضريبية المقترحة فيما يطالب كثيرون بتنحي رئيس البلاد لغضبهم من سقوط قتل برصاص الشرطة خلال الاحتجاجات روتو الذي تولى الرئاسة عام 22 وسط وعود بالدفاع عن المواطنين الأكثر حرمانا تخذ منذ ذلك الوقت إجراءات تقشفية وزاد الضرائب ما أدى إلى ضعف القوة الشرائية لدى الكينيين محمد عز الدين الميادين